هذا الفيديو سيكون مجرد المصص للمصص اللي أخذناه لحد الآن وأيضا ستكون طرح لفكرة أن شون أنا أقاوم النسيان أنا أريد أقاوم النسيان أريد أتخلص من النسيان طبعا هناك واحد يتخلص من النسيان تماما بس أنه أقاومه أقاومه إلى أكبر قدر ممكن أو أنه تصرف بطريقة يعني أنه كلما أنسى المعلومة أقدر أرجعها بسرعة أو أخلي عندي نوقات معينة أو أخلي فد أدوات معينة فد مهارات معينة أنه بسرعة أقدر أرجع المادة إذا ويقولولي امتحانك باشر بالأبرلم أقدر منهسة للصبح أنه أكون خلص أنه أنا خلصت كل شيء ورحمة الله ببساطة هو هاي الفكرة اللي حاولي وصلها هذا الفيديو وحكون هناك كثير من الفيديوهات حتى أقدر أوصل أنا لها المرحلة مو فقط هذا الفيديو لكن هذا راح يعتبر البداية تابع الفيديو مساء النور شبابا نرتك لإلقائي تابعوني اليوم إن شاء الله راح تكون محاضرتنا على المسلز أوف المسلز أوف بروكسيمال لم المسلز أوف بروكسيمال لم هي ببساطة كل المسلز اللي أخذناها لحد الآن والمسلز اللي راح تشكل الجزء البركسيمال الجزء الأقرب للترنك من الأبرلم بهذا المعنى المسلز أوف بروكسيمال أبرلم راح نقسمها طبعا هي 15 مسلز ورح نقسمها إلى 2 تايبز أوكي أو 2 كاتيجوريز 2 ديفيجينز مجموعتين 2 جروبز اللي هي الأكزيو أبنديكولار مسلز اللي هي 9 مسلز فكرة الأكزيو أبنديكولار مسلز هي ببساطة أكزيو أبنديكولار أكزيو يعني الأكزيو السكيلتن يعني السكال سبينال كورد والربز والسترنم هذا الأكزيو السكيلتن والأبنديكولار الأبنديكولار السكيلتن هي الأبرلم واللاورلم فالسوبرير عدنا أحنا السوبرير أكزيو أبنديكولار السكيلتن اللي هو الأبرلم راح يتصل مع الأكزيو السكيلتن عن طريق ذن المسلز يعني بمعنى دني المسلس راح يكون الأوريجن مالتهن من الأكزيالسكيلتان راح تتصل جزء جزء من العوالة راح يتصل به الأكزيالسكيلتان والجزء الثاني راح يتصل بالأبرلم ممكن بالهيوميرس ممكن بغير هو بالهيوميرس أو بالسكابيولا أو بالكلافيكال بهذا المعنى هاي فكرة الأكزيو أبنديكولر مسلس اللي هنه ناين مسلس المجموعة الثانية راح تكون الهيوميرل مصلز الهيوميرل مصلز هي ببساطة المصلز اللي راح تتصل راح يكون اتصالها ما بين الهيوميرس فببساطة راح تكون هي الداخل مجرد فقط عظام الأبرلم هي راح تتصل به بينما الأكزيالسكيلتان لا راح تتصل بعظام غير الأبرلم بهذا المعنى طبعا أول شي رح ناخذ عدنا الأكسيوابنديكولر مصولز اللي هنا ال Nine muscles رح نقسمهم أيضا إلى مجموعتين المجموعة الأولى هي أنتيريير أكسيوابنديكولر مصولز اللي هي ببساطة البكتر المصولز اللي هنا فور مصولز أخذناها بأول محاضرة عدنا البوستيريير أكسيوابنديكولر مصولز اللي هنا الأكسترينزيك شولدر مصولز Posterior Exiobendicular Muscles رح يكونن بجهة Posterior يعني بالباك بهذا المهنة رح يكونن Five Muscles طبعا أول شي رح نقسم anterior Exiobendicular Muscles فقعدوا تشوفون شون الفكرة يعني قعدوا تصير يعني كأنه المسلس of proximal upper limb هي عبارة عن شيخ العشيرة خلوا نقول وقعدوا تتفرع من عنده هو الجد الأكبر خلوا نقول وقعدوا تتفرع من عنده الذرية بهذا المعنى فالمسلس of proximal upper limb قسمناها إلى Two Groups اللي هي Axiobendicular Muscles والScapular Humoral Muscles Axiobendicular Muscles قسمناها اثنين anterior و posterior وهسا الانتيريار أيضا رح نقسمها الانتيريار لا هو مو رح نقسمها وانما هي المسلس of anterior Axiobendicular Muscles اللي هي Bacterial Muscles رح نذكرها فعدنا أول شي البكتراز Major Muscle البكتراز Major Muscle رح تتصل ما بين الكلافيكل sternum وشوية costal cartilage رح تتصل بالهيومرس ذني مكان الاتصال مالتها من خلال مكان الاتصال مالتها نحن نقدر نتنبأ بالفنكشن مالتها ما رح تحدث عن الفنكشن أو الaction مالتها ولكن النيرف اللي يغذيها اللي هو اللاترال والميديال بكترال نيرف ببساطة هي تتغذى أيضا روت مالتها شنو رح يكون السي سيفن والسي ايت ذني المين بالنسبة لي الكلافيكلر هاد رح يكون السي سي سيكس بينما لي الستيرناكوستال هاد رح يكون الستيرناكوستال هاد رح يكون السي سيفن والسي ايت بهذا المعنى فالتركيز هنا رح يكون عندي على أنه المصل وين موجودة والأي قروب أنا أقسمها وبنفس الوقت عندي شنو النيرف والروت دني لتلاث شغلات هسا قاعد أركز عليها والأتاتشمنت أيضا قاعد أركز فقط أنه شنو العظام اللي قاعد تتصل بيها أما أنه وين أي نقطة بالعظم فهذا الشي ما قاعد أركز عليها أنا مسبقا ركزت عليها والغاية عندي أنا أساسا مثل ما تحدثت ببداية هذا الفيديو أنه الغاية الأساسية عندي شن أتذكر شن أقسمهم بطريقة خليني أتذكر أحسبها على جسمي أو أتصورها على جسمي سأنا قاعد أشرح قاعد أتصورها على جسمي وقاعد أشرح لكم أدنى طبعا الأضلة الثانية اللي هي البكتورالز ماينر مصل البكتورالز ماينر مصل رح يتم تغذيتها عن طريق الميديل أوكي الميديل بكتورال نيرف وطبعا ما بيها المين المين روت ما بيها مين روت هي بيها بس C8 أو T1 دني تو روتس هنا اللي رح يغذن البكتورالز ماينر طبعا اتصالها رح يكون بالربس وبالسكابيولا بالكروكويت بروسس هاي كل شيء المفروض نعرفه عن البكتورالز ماينر أما الأكشن فأحنا مسبقا نعرفنا أدنا طبعا السبك الافيس مصل السبك الافيس رح تكون موجودة مباشرة تحت الكلافيكا وتتصل بالربس الفيرست رب أو الفيرست جنكشن اللي صار ما بين الكوستر الكرتولوج والرب أوكي والفيرست وتتصل أيضا بالكلافيكا اللي هي بالسبوكلافيان بالسبوكلافيان كروف عكزت عليها لأنه تنسي الروت شنو مالتها السي فايف اللي غذيها النرف اللي يغذيها هو نيرف تو سبكلافياس هو الاسم النارف يتي أدنا طبعا الاخيرة اللي هي السراتس انتيريير سراتس سراتس انتيريير مصص وهي طبعا راح ترتبط بالرب وترتبط بالسكابيولا رب والسكابيولا اللي يغذيها منه اللونغ ثوراسي نيرف الأساسي C6 C7 أوكي الروت الأساسي هو C6 C7 اللونغ ثوراسي نيرف هذا كل ما يخص الانتيريير أجزي أبنديكولر نصص فأني هس أول أول مجموعة أول مثل مصص اللي ربطا ما بين الأجزي والأفنديكولر سكيلتن دنيا المصص رح يربطا ما بين الأبورタ أوكي رح يرتبط بالعظام للأبرلم ومع العظام مال الأكسيل سكالتن بهذا المعنى فذني المسلز اللي عندي أول شيء اللي هنا فور مسلز البكتوريالز مينجر راح تكون هي أكثر شيء سوبرفيشال يعني ماس سوبرفيشال بعدين التحت منها راح تكون بكتوريالز ماينار السبك ليفز راح يكون تحت الكلافيكال مباشرة والسيريتس أنتيري راح تكون بهذه المنطقة تقريبا راح تبتبط بالسكابيولا النارز واللوتز مهمة والتاست أيضا التاست يطيني فكرة أو الأكشن الأكشن الأساسي هو اللي أستخدمه بالتاست شان أسوي تاست عن وجود هاي المسل أو أن هاي المسل فانكشنال هذا هو المهم يعني المهم من خلال التاست هذا الشيء نتحدثنا عنه أنا بغض المحضر مثل ما قلت أنه الفكرة الأساسية فقط أنه أرتبهن بدماغي حتى أقدر أذكرهن أعدي البستيريا أرزي ابنتيكولر مصولز اللي هي الاكسترنزيك شولدر مصولز هسه شنو فكرة الاكسترنزيك شولدر مصولز الاكسترنزيك شولدر مصولز هي ببساطة المصولز اللي تخرج خارج الشولدر بعشوان راح نشوف الانترنزيك شولدر مصولز اللي هنا نفسهن اللي يكونن داخل الشولدر فمن أقول الاكسترنزيك شولدر مصولز يعني معناتها راح تقبر خارج الشولدر هي هاي الفكرة الأساسية من هاي التسمية طبعا عندي راح تقسم هذه البوستيريو اكزيبينديكولر مصلز اللي هي الاكسترينيو الشولدر مصلز اللي هي ال 5 مصلز هنقسم هنا الى ايضا 2 سبجروب او سبديفجن اللي هي سبديفجنز اللي هي سبريفشل مصل 2 راح تكون وعدنا الديب مصلز سبريفشل وديب سبريفشل راح تكون يعني على السطح الخارجي يعني اكثر شي بوستيريو بيهذا المعنى اما الديب فرح تكون تحت منها الى الداخل منها الى الداخل من الجسم راح تكون يعني انتيريو بيهذا المعنى اول شي طبعا نبدأ بالسوبرفشل اكزيو بوستيريو اكزيو بندكولر مصلز الاكسترينزيو شولدر مصلز اللي هي الناتو راح يكونن الترافيزيس الترافيزيس اللي هي المصل اللي راح ترتبط بالسكال والنيوكل و راح ترتبط بشي ثاني مهم سوى شو نوعه بالجمجمة يعني مهم بالجمجمة و راح ترتبط ايضا بالسكال بالعمود الفقري وترجع تسوي انسورشن بالسكابيولا والكلافيكل هاي كل ارتباطاتها فنشوف انه هي ارتبطت بجزء ارتبطت بالسكال وجزء ارتبطت بالابندكولر السكالتين النرف اللي يغذيها هو نير جاي من الدماغ هاي شي مهم يعتبر ليش؟ لانه المصر الوحيد هاي اللي يعدنا بالابرلم اللي يغذيها الدماغ بشكل مباشر اللي هو الكرينيال نرف number 11 XLXI اسمه Accessory Spinal Nerve Accessory Spinal Nerve يعني كأنه يساعد Spinal Nerves بهذا المعنى طبعا هذا الموتور السنسوري مو مهم ولكن يكون من Spinal يعني Spinal Nerves عدنا طبعا المصر الثانية اللي هي اللي ستسمى السدورسي السكال الترافيزيس ستكون هاي الفوكس هاي المصر 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 اللي صارنا هي هاي الترافيزيس وتنزل لجوابي حيث تكون سنشوفها بالسرفيس اناتوميش بالمحاضر الجاية عدنا ايضا الترافيزيس أو سوري اللاتسماس دورسي هاي العضلة اللي موجودة هنا اللي تحدثتنا عنها هي هاي اللاتسماس دورسي فمن قاعد انا يعني قاعد اتخيل هنا على جسمي ومن نفسه قد تكون مرتبة عندي يعني من اقول انا أنه صارت مفهومة ما اقصد بها هاي الكلمة التسمية مين اجدتي هو هذا المطلوب هو هذا المطلوب هو هذا اللي رح يساعدني بالتذكر هو هذا اللي رح يخلي معلوماتي رصينة يعني قد واحد سألني قاعد لي شك تتبلش بالامراتي والبركيال البلكسس أن الدكتور ما قال هاي reviewing من اللي تبدش فيهم بعض الأبرلم مباشرة ما هنا جزء من الأبرلم هنا جزءه من الأبرلم وهنا من اهم ياه الأشياء الموجودة بالامر الم أكسللة والبركيال البلكسس رح ينبلش بهم بعض هذه هذا البارت الأخرى سنبدن بها معا descendlene ويعتبر ع MUSIC هذا المعنى يعني فأنه لازم تكون عندي معلومتي أكيدة معلومتي منظمة يعني أنا صانع الهيكل صانع الهيكل وحاط كل شيء بمكانه هذا التصنيف هذا التصنيف أوكي يعني ما أخذه من مور بس ما موجود بنفس هذا المخطط يعني ما موجوده شيء هذا من دماغي آني بهذا المعنى فأنت لازم تسوي بالنسبة لك سوهي شيء كون من دماغك أنت هيش تصنعه شيء نرجع للاتسمس دورسي الاتسمس دورسي هي الأضلة اللي راح تكون راح ترتبط بالهب بالهب بون راح ترتبط بالثوراكولم برفاشة أوكي راح ترتبط أيضا بالسماين راح ترتبط أيضا بالسكابيولا هذا كل الانسيرشمات راح يكون بالهيومرس يعني مثل ما فهمنا وعرفنا الاسمس دورسي منه اللي يغديها الثوراكو دورسل نيرف هذا النيرف أنا صراح أنا شخصيا دائما أغلط بينه وبين اللونغ ثوراكو نيرف صراح بس من تريد يعني حتى الميز ما بياناتهم طبعا هنا فنياتهم نفس الرود C6C7 المين طبعا قد تحدث المين شون أميز ما بياناتهم الاسمس دورسي من موجودة هي موجودة بستيرير للثوراكس ثوراكس اللي هو القفص الصادري للأطلاع ولكذا فهي موجودة بستيرير هي هنا مكانها هذا مكانها راح تكون يعني أغلبها أو أكثر شيء ظاهرة هي من وراء مثل ما قاعد يشوفون يدي راحات بهذا المعنى فهي أكثر شيء موجودة من وراء بهذا المعنى فبما أنه هي أكثر شيء موجودة بالوراء وراء وين صاير وراء الثوراسيك فنسميها ثوراكو دورسل ثوراكو دورسل نرف بهذا المعنى ها حتى الميز ما بياناتهم بهذا المعنى وهي نفس السروط الموجودة بالسريتس انتيرير تخيل أن السريتس انتيرير موجودة لقدام نفس المكان يعني موجودة انتيرير لي بهذا المعنى موجودة انتيرير لي للثوراكس بينما الاسمس دورسي موجودة بالسريتس انتيرير لي سوف تكون long thoracic nerve بينما سوف تكون thoracodorsal nerve بهذا المعنى يعني حتى نذاكره ثانية من نفس الروت أرجو أأكد هذه هي كل الفكرة الaction لا أستطيع ركز عليه لأننا نعرفه وأخذناه من خلال الattachment سوف نستطيع التنبع بالaction الآن deep posterior exo-abendicular muscles التي نسميها أيضاً deep extrinsic shoulder muscles سوف يكون 2 طبعاً موتوا هنا 3 صراحة هنا غلطان 3 موتوا ولكن هنا سوف نقسم هنا 2 elevator scapula muscle سوف تكون تتصل به spinal cord سوف تتصل به spinal column وهي first fourth muscles first four vertebra بهذا المعنى سوف تتصل به scapula سوف تتصل به من medial border بهذا المعنى فعرفنا اتصالها سوف نستطيع التنبع بالaction ولكن الaction ليس بشكل أساسي وحداً من المصص مثل مثل بكتراز minor مثل subclavius لغاية الأساسية منها stabilisation لأنه ثبت الأشياء ثبت البونز ليس لغاية الأساسية من الaction يعني أنه تتقلص حتى تتحرك لا لغاية الأساسية ثبت طبعاً من اللي يغذيها يغذيها dorsal scapular nerve والcervical nerve طبعاً ذني الcervical nerve يعني سوف نتعرف عليه بالبروكيالا بلاكسيز ولكن هذه ما يتم تغذيتها فقط من البروكيالا بلاكسيز يغذيها C3 C4 C5 بهذا المعنى فماكو بيها مين ماكو بيها مين روت يغذيها يعني رح يجي نيرفز من كل ذني روتز بهذا المعنى كي أننا رح المعنى عن مصول compost الجميع major فعلى لا يوجد ذني النسبة tooth bevor المعنى هو غغط العربية كما The scapula بعض المعنى من الايد والمار بهذا المعنى يعني بهذه الطريقة نحفظها وكلها سيكون بالميدال بورلر of the scapula الريمبويد مينر الريمبويد مينر وميجر اللي يغذيهن منه يغذيهن الدرسل scapular nerve ورح يكون كلهن C5 بهذا المعنى فأخيرا أخر مجموع رح يكون لدينا هي scapula humeral muscles اللي هي intrinsic shoulder muscles intrinsic shoulder muscles يعني رح تكون داخل الشولدر هي six muscles أول وحدة رح تكون عندنا deltoid muscle هاي deltoid muscle أكثر وحدة ظاهرة هي عضلات الكتف مثل ما قاعد يشوف هاي أكثر وحدة ظاهرة اتصالها وين؟ اتصالها بالclavical والescapula ورح يكون الinsertion مالتها بالhumerus اين نرفي غذيه الأكزيلاري نعف C5 بهذا المعنى ادنا طبعا النوع الثاني اللي هو the tears major muscle the tears major muscle رح تتصل به يعني تقريبا قريبا من inferior angle من من scapula وترجع تتسوي insertion بالhumerus يعني بالضبط رح تكون بالmedial lip من bicepital groove بهذا المعنى ولكن هذه tears ما يجر اتصالها بشكل مبسط يعني الhumerus والescapula هن كل هن humerus والescapula ولكن الفكرة لازم نتخيلها انه يسارة من تحت بهذا المعنى النيرف اللي رح يغذيها اللي هو lower subescapular nerve lower subescapular nerve رح يكون طبعا c6 بهذا المعنى فان الدلتويد c5 والتيرز مايجر ستكون c6 مثل ما نشوف او مثل ما نعرف يعني اخر شي رح يكون هنا rotator cuff rotator cuff هنا رح يكون اخر شي طبعا rotator cuff هنا عبارة عن المسلز اللي رح يغلف اوكي او رح يكون يعني احد الاجزاء من الفيبرس تيشيو او الفيبرس فيبرس كيبسول اللي رح يتغلف الغلينوهيوميرال جوينت هذا الشي رح نتعرف عليه بشكل ادقه اكثر يعني من ندرس الجوينت من ندرس الغلينوهيوميرال جوينت نفسه من رح تدرسه رح نتعرف على هذين المسلز اكثر والأكشن ايضا ارجع اكد على هاي النقطة المسلز بشكل اساسي ورح نعرف منه المين منه كذا رح ندرس الجوينت بهذا المعنى فالجوينت ستفهمنا اكثر بعد عن الأكشن ما لكل مسل وبنفس الوقت ايضا لازم نركز انه عندي الابرلم رح يترجع المعلومات تنعاد فشفتوا السؤال يعني البكتوري المسلز خلتعنا محاضرة ونسا قادر ارجع عيدها ورح ارجع عيدها بالجوينت رح ارجع عيدها لما اخذ الأكزلة فهي شيء فدائما معلومات رح تنعاد رح تتكرر فمن خلال الدراسة رح نتعرف ايضا عليهم بعض اكثر وادق ورح نعرف من يعني different aspects different perspectives perspectives هذا المعنى فانه طبعا four muscles رح تكون super scapular او supra spinous super spinous muscle رح تكون يعني من الجزء رح ترتبط بالجزء اللي يكون فوق scapular spine وترتبط ايضا بال greater tubercle of humerus بالجزء الفوق من عدها المصر اللي يغضيها اللي هو supra scapular supra scapular nerve c5 هذا المعنى طبعا الانفرا نفس التفاصيل ولكن رح تكون تحت من تحت من ال spine تحت من scapular spine وترتبط ايكون الانسرشن مالتها تحت من supra spinous supra spinous muscle بهذا المعنى نفس النerve ونفس الرoute هاي الفكرة يعني ادنا tears minor tears minor رح يغذيها axillary nerve و رح تكون c5 ايضا رح تكون ترتبط بالجزء يعني تقريبا اخر جزء من lateral border تقريبا يعني اخر جزء من او اخر جزء يعني رح تكون جزء النص من lateral barrier of the scapular يعني المهم انه لا تركز وين بالضبط ولكن هي رح تكون بهذا الجزء جزء lateral تقريبا و رح ترتبط باخر جزء من من greater tuberculosis of the humerus بهذا المعنى يغذيها axillary وتكون c5 اخر مصل رح تكون هي sub scapular muscle اخر مصل عده من rotator cuff و رح يكون طبعا مالتها هو sub scapular foca اللي هي يعني رح يكون الجزء اللي صار anterior من جزء هذا المحدب اللي رح يكون anterior من scapular رح تتصل بأغلبة قريبا كلها تقريبا و رح يكون ايضا الانسرشن مالتها رح يكون بال humerus رح يكون بال lesser tubercle اللي رح يغذيها اللي هي upper lower subscapular nerve و رح تكون c6 كل المسلز مال اللي اخذنا كل المسلز مال proximal upper limb تقريبا يعتبر اهم المسلز الموجودة بال upper limb اهم مسلز من اي ناحية اهم مسلز انه نركز به هاي الطريقة لعدة السببب السبب الاول وهو بالنسبة لي الاهم انه رح نذكر هنا هواية و رح نحتاج هواية و رح يكون رح نذكر عن ذنين كل رح نذكر تقريبا اه ادنا طبعا بعد اكو ما بين الذنين المسلز ما بين المسلز وما بين البون افروكس المسلز رح يدخل من عدهن و رح تخل من نارز و الى اخر فايضا رح نحتاج هن بالجوينت الجوينت ما ال جوينت هو الجوينت الاكثر الاهم يعني الموجود بال ال ب ال يعني واللي لازم اندرسه بشكل دقيق فلهذا السبب ذنين المسلز كلهن مهمات الان شنو اللي لازم سو خلنوخر هذا صراحة عبني شنو اللي لازم نسوي برأي الشخصي انه من المهم انت تقعد بينك وبين نفسك تخلي هذه المحاضرة او تخلي هذه طبعا هذا المخطط اكيد سنشر الكم اياه تخلي انت على الايباد قدامك وترعو تشرح بنفس الطريقة التي شرحتها شرح مرة واحدة بالمخطط وبعدين تشيل المخطط الذب وتصبح انت وحدك تشرح انت بينك وبين نفسك هذه الطريقة تقاوم النسيان تقاوم النسيان لازم تحفرها بدماغك تحفرها بدماغك الاناتومي مهم ونقطة اخرى انا اذني دارسهم قبل سنتين يمكن لا اعتقد قبل سنة ونوص قبل سنتين ما ذكر بالضبط ولكن من فترة طويلة دارسهم درستهم مرة بهذه الطريقة طريقة عقدتها صراحة احب من عقد الاشياء فالمهم عقدتها نحفظ نحفظ بشكل جيد جدا جيد جدا هسا من قاعد اشرح استذكرها بصورة سريعة بسرعة قاعد يتذكر هنو يعني يمكن ما ياخذ يعني لستين الابرلم كله انه ما ياخذ باني اربع خمس ايام كله استذكر مع نوص لي سنتين من تاركة بهذا المعنى فالطريقة اللي اقاوم بهالنسيان او الطريقة اللي حتى له نسية اقدر استذكر بسرعة وكل هاي التفاصيل فهي هاي انه اظل اركز اظل دائما انه اتعامل مع المعلومة وكأنه هي دائما ستروح من عندي فاريد طرق حتى اثبتها تأثبت جذورها داخل دماغي هاي الغاية او هاي الغاية من هاي المحاضرة اساسا وهاي الفكرة حتى اني اقاوم النسية هذا كان كل شي اتمنى ما طولت عليكم ونلتقي بمحاضرة اشتركوا في القناة